السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسالم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها على اهلا كل هنرد عن كل الاكاذيب والاشعاعات المغرضة اللي بيحاول المنافس انه يعملها على النادي الاهلي ولكن في البداية الفيديو موجه لكل اهلاوي حر اهلاوي محترم عشان كده لو انت اهلاوي اضرب لايك جميل كده عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا وما تنساش تشترك في القناة واتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل الفيديوهات بتاعتنا طيب نبدأ على بركة الله بالمهزلة اللي حصلت النهاردة في مباراة الزمالك والمصري البرسعيدي واللي كان بطالها التونسي فرجاني ساسي واللي اعتدى على الحكم في سابقة جديدة حاجات جديدة بنشوفها في ملاعبنا في الكورة المصرية فرجاني ساسي لاعب محترف لاعب تونسي له منا كل التقدير والاحترام كالعادة بنحترم المحترم بنحترمه حتى قليل الادب برضو بنحترمه ولكن بدل ما يطلع الاعلام الابيض وقناة نادي الزمالك تصلح الخطأ اللي ارتكبه فرجاني ساسي ومحاولة الاعتذار سواء كان للحكم كنوع من انواع الروح الرياضية او الاخلاق والمبادئ اللي مفروض يتحلى بها الجميع بنجد ان خالد الغندور بيقول ان فيه حملة شرسة وحملة ممنهجة ضد فرجاني ساسي عشان يتعاقب من اتحاد الكوره علما بان الحكم هو اللي استفز فرجاني وطرده يا جماعة يعني فيه ناس فيه ناس وصلت في البجاحة وقلت الزوق وقلت الادب تعدت تعدت اعلى ليفل في البجاحة كبكن خالد الغندور ما يا احترامي الكامل ليك هو مين اللي استفز مين؟ هو انت عايز تبرر فعل فاضح زي ده وفعل مشين زي ده بان الحكم هو اللي استفز اللاعب هو الحكم راح قال اللاعب سبني بالاب والام هو الحكم راح قال اللاعب تعالى اضربني واخدني على قفايا ولا اسحب السماء عرمية في الارض ما هو زي كان اللي بتكلم مطبلاتي فالمستمع عائل اذا كان اللي بتكلم بسجاد فاللي بستمع عائل يعني ايه حضرتك بدل ما تهاجم اللاعب اللي ارتكب الجرم ده او ارتكب الفعل المشين ده وتطلع تهاجمه او تطلع تنتقده حتى لان انت نادي الزمالك المفروض تتحلى بالقيم والمبادئ ما تطلعش تدافع عن الغلط والصح وخلاص لا خليك في الصح ومش في الصح حتى لو الغلط على اللاعب بتاعك قول اللاعب بتاع غلط النهاردة ولازم يتعاقب ولازم يتوقف النهاردة ليس نادي الزمالك تلع كسف خالد الغندور وكسف كل المطبلاتية اللي كانوا بيدفعوا عن الموضوع واللي بيدفعوا عن فرجاني ساسي واللي عملو له هاشتاج ادعم فرجاني الحرق ولا ادعم ساسي الحرق حرق ايه يا حبيبي في قلة الادب حرق ايه هل هل تقبل ان ابوك يحصل فيه كده لو ابوك ده الحكم تقبل ان ابوك يتشتم بالاب والام تقبل ان ابوك يتم اهانته قدام الملايين كلهم في المباراة هل تقبل بده عشان تطلع تعملي هاشتاج ادعم ساسي الحرق حرق فين يا حبيبي هي قلة الادب عندك يعني حرق قلة الادب والفعل الهازلي اللي حصل في المباراة واللي المفروض يتوقف اقل حاجة 8 مباريات وفقا لي لقيحة الانضباط في الاتحاد المصري للكرة القدم انا معرفش الاهواء هتعمل ايه والانتماءات هتعمل ايه ولكن انا بقول لك قانونا ولقيحيا اقل حاجة 8 مباريات تطلع بعد كده اربع مباريات عشان خاطر الناس الزمالك هو اللي جوه الاتحاد دي حاجة تانية دي حاجة تانية ما ليش دعوة بيه نهارده رئيس نادي الزمالك طلع النهارده قالك فيه عقوبة وغرامة قاسية على اللاعب وعقوبة كبيرة على الفعل اللي قام باللاعب اذا رئيس نادي الزمالك شايف ان اللاعب عمل جرم اللاعب عمل مصيبة لكن المطبلطية وبطوع السجاة يقول لك لا الحكم هو اللي استفز اللاعب كمان الاخ طارق يحيا الاخ طارق يحيا بيقول لك ازاي مخرج المباراة يقعد بعد المباراة بعد ما انتهت يقعد يجيب في اللقطات اللي بتحصل بعد المباراة الاخ طارق يحيا بيهاجم المخرج انه جاب الخناقة بتاعت امام عشور ولعبت المصري وتعدي امام عشور على لاعبي المصري الاخ طارق يحيا شايف ان من العيب والحرام ان الناس تشوف شغلها مخرج المباراة شغلته ان يجيب اي حدث سواء كان قبل المباراة او بعد المباراة المخرج شايف حاجة بتحصل شايف كرسة ومصيبة بتحصل وان لازم الناس دي تتعاقب وتتقدب فكابتن تريح شايف ان دوت تعيب لا ازاي تجيب اللاعب وهو بتخانق وبيضرب وبيعمل الكلام دي كله وبعدين رسالة ليه امام عشور اللي وصل امام عشور للنقطة اللي هو فيها دلوقتي هم جمهور النادي الابيض لماذا؟ لانه هم وصلوله هو العيب صغير في السن ولكن وصلوله ان اللاعب اللي بيشتم جمهور النادي الاهلي واللي بيطلع يشجع جمهور التالت ايمين عشان يشتموا جماهير النادي الاهلي بيبقى عندنا اسطورة وعندوك شكابالة كلك شفته على الحركة الايحاقية الجمسية اللي عملها لجماهير النادي الاهلي هم عندهم شكابالة اسطورة اسطورة بش بيشتم جمير الا definite هي بقى اسطورة تقل لأدبك وتضرب اى حتى تبقى اسطورة اهم ال ан cały thing 해� الخصوصة اهم حاجة انك تبقى حاجة كدة ويos اعمل بها شبح اعمل فيها بلتاجة بقتاجة اي اي حاجة المهم ان احنا هنخلك اسطورة يبقى لما تشتم وتقبل لأدبك احنا هنقول عليك اليك الاسطورة والحراء هتطلع تشتغل حلق بالتاجة على اللعيبة وتضرب دا وتدرب دا وتشتم دا وتسب دا وتدعم انك تبقى حاجة كده واو اعمل فيها شبح اعمل فيها بلطجي اعمل فيها اي حاجة المهم ان احنا هنخليك اسطورة يبقى لما تشتم وتقل لأدبك احنا هنقول عليك الاسطورة والحراء هتطلع تشتغل شغل بلطجة على اللعيبة وتضرب ده وتضرب ده وتشتم ده وتسب ده وتعمل ده اسطورة على طول على طول فمحدش يلوم على امام عشور او اي لعب تاني يعمل اي مشكلة او ازمة او خناقة بعد اي مباراة او في داخل المباراة ليه لانه عارف انه وراء دعم وراء جمهور هيطلع يطبل يقول انه هو اسطورة والادلة كتير والاسبتات كتير فمحدش يهاجم امام عشور لان الولد عايز يبقى اسطورة يتخانق يشتم يسب يلعن يضرب لعيبة يخرج على النص يشتم حاكم يعمل كده اهم حاجة انه هيبقى عند جمهور انه هو الواد الحراء الواد الاسطورة الواد اللي راح الواد اللي جاء بس انما بالبطولات ما بيعملش بطولات طيب كابتن اسماعيل يوسف قالك كمان هو اللي اخرج بقى ما اروش غير نه طب المرة اللي فاتت قدبنا محمد ناصر وجبنا له خاصم وجبنا له يقاف شهر او عشر تيام المخرج بتاع النهاردة ما له مالنا بقى مركز في اللقطات بتاعت سياسي وجاب سياسي وهو بيشتم وحركة الشفاف وهو بيسب بالقب والقب لحكم المباراة وهو بيشله سماع من ودنه لأ كده عيبه كله قلة ادب يا جماعة لأ المخرج ما ينفعش يشوف شغله المخرج اللي يجيب اي حاجة سلبية على النادي الزمالك في المطشة او بعد المطشة لازم يتحاسب ولازم يتعاقب ده لسان حال الزمالكوية دلوقتي قبل كده محمد ناصر بقى دلوقتي نظام ارهاب للكل اه ارهاب للكل اي حاجة ما يحسب علينا اي حاجة نطلع نشتمه بالليل اي مخرج هيعمل اي حاجة نشتكيه لرئيس الازاع والتلفزيون تروح على طول جارية توقفه في اي مخرج دلوقتي هيبقى انظامه حاجة من اتنين يا اما يرقى ربنا ويرقى دميره ويخاف من ربنا في شغله ويتقى ربنا في شغله او انه يخاف من الوقف او من اي حاجة تضره في شغله فيقولك لا يا عم وانا انا ليه اجيب اجيب الضرر لنفسي ليه او اجيب الشتيمة الاهلي بيتي ليه لا اي حاجة سلبية على النادي الزمالك خناقة لعب ضرب حكم بالشلوت لعب ضرب الحكم على افاه لعب لمواخذ عمل حاجة بصابقه كده ولا كده بقى حاتي هنعمل نفسنا عبط ومش شايفين ولا قرى ولا اسمع ولا اتجلم فده هيبقى انظام الاخراج الفترة الجاية اما انه يرقى ربنا ويتقى ربنا في شغله وعمله في اكل عيشه ويجيب لكل الحقائق اللي بتحصل في المباريات او انه يخاف من الخاصمة او اللي يخاف ويقول لك لا اعمل نفسك عبيد اعمل نفسك عبيد هاتي الصورة على اي واحدة حلوة في المدرجات هاتي الصورة على اي قطة ماشية في الملعب هاتي الصورة على طيارة طايرة في الملعب نعم ما تجيبش اي حاجة على حاجة سلبية بالنسبة لي نادي الزمالك طيب الاستوديو التحليلي لمباراة المصري والزمالك الدنيا والعب حكم المباراة مضروب حكم المباراة اتشتم بالاب والام في خناقة حصلت بين جمهير بين لعبي الزمالك وبين لعبي المصري البورسعيلي وفي مشاكل والدنيا والعة الدنيا والعة والصديق سيف زاهر الاعلامي اللي مفروض ان هو محترم بدل ما يتكلم عن الخناقات اللي حصلت بعد المباراة بدل ما يتكلم على ضرب فرجاني او اعتداء فرجاني او حكم المباراة والسلوك المشين بدأ يتكلم عن تغييرة باتشيكو لي اشرف بن شرق وسعب الدنيا الهايسة وسعب المشاكل كلها على حين في النقيد بقى هو هو سيف زاهر امبارح اول ما بدأ الاستوديو التحليلي بدأ بهجوم داري على فيلر وان ازاي فيلر ينسحب من المؤتمر الصحفي وان فيلر مش محترم وان فيلر قليل الادب وان فيلر نفسيا تعبان انما الخناقة وقلت الادب اللي حصلت والاعتداء على الحكم ده بالنسبة لسيف زاهر لا لا اسمع لا اتكلم هو اتكلم بس على حتة التغييرات اللي عملها عمنا جايمي باتشيكو طيب تعال نروح ليه العنصرية في اسوأ صورها اه في عندنا عنصرية وفي عندنا تنمر واسوأ حاجة لما يجي التنمر العنصرية مش من جمهير النادي المنافس او من رموز النادي المنافس لا تيجي من واحد من الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي حرام التشيرتات حرام التشيرتات اللي واكل ورث اخواته واللي ناسي اصله ان هو اساسا مصر طبع قارة افريقيا مش عجبه ان النادي الاهلي راح جاب مدرب من قارة افريقيا ويهاجم الاهلي ويهاجم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي وان ازاي النادي الاهلي بقيمته وقامته يجيب مدير افريقيا زيه لفرق دول مجرد شوية عبيد 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 في القصر بتاع حرام التشيرتات عبيد عند حرام التشيرتات اللي واكل ورث اخواته قبل ما تبقى عنصري يا حرامي يا بتاع التشيرتات يا بتاع الفيديوهات بتاع تنيدو واخد بالك قبل ما تتكلم بعنصرية على اي شخص على اي شخص سواء كان افريقي او غير افريقي فجزمت جزمت الشخص اللي انت بتتنمر عليه برقبة مية زيك لان الشخص الافريقي دوت سواء كان تتكلم على البشرة او بتتكلم على اللون او بتتكلم على الجنس او اي حاجة فانت انسان قليل الادب لان انت مبتعبش في الانسان الافريقي انت بتعيب خلق ربنا انت بتعيب خلقة ربنا ومش بتعيب الانسان كابتن اسامة عرابي اللي ما شاء الله مالوش اي انجازات في كرة القدم في المجال التدريبي انا بتكلم في المجال التدريبي كابتن اسامة عرابي كنجم في الناد الاقلي نجم كبير وعلى رأسي من فوق ولكن السؤال هي ايه انجازات اسامة عرابي عشان يطلع يهاجم ويقولك ان المدرب المصري اولى من بيتسو مسماني كابتن اسامة عرابي حضرتك مسجة الانتاج الحربي مسيجة النصر للتعدين مسيجة اكتر من نادي ما شفناش ليك اي علامات وما حدش يقولي اصلها اندية ضعيفة او اندية وقعة لأ انا عندي اهاب جلال تلعب بمصر المقصة من اول سنة خد مركز تاني ولعب افريقيا بان حتى في الاداء بتاعه كابتن اسامة انت كنت مدرب مساعد مع مارتين يول وما ادركك مع مارتين يول عملت ايه؟ ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة فما تجيش نهارده تقولي اصل المدرب المصري اولى من المدرب الافريقي المدرب الافريقي دوت صعد به السنغال اللي هو اليو السيسي وعمل نتايج ولا اروع مع السنغال في كاس العالم حضرتك ايه كفاءاتك ايه انتجاتك ايه انجازاتك عشان تتكلم على واحد زي بيتسو مسمعني اللي حاصل على 11 بطولة مع نادي مابيوليدي ساندارس فحلا نروح لاتراف قناة نادي الزمالك بان الاعلي هو نادي القرن الاستاذ ايهاب الفولي الصحفي الشهير على قناة نادي الزمالك قالك ايوه ايوه انا قلت قبل كده على القناة الاهلي ان الاهلي صاحب لقب نادي القرن طب بيسألوه يعني قلت كده ليه يعني انت راجل شغال معنا في قناة الزمالك قلت كده ليه قالك لان وقتها رؤساء نادي الزمالك عبر التاريخ هم اللي فراتوا في حق الزمالك فعشان كده قلت ان النادي الاهلي هو نادي القرن الفيديو ده لازم يتحفز يا جماعة فيديو لصحفي على قناة الزمالك بيعترف ان الاهلي هو نادي القرن هو ما جابش حاجة من عنده هو دي بدي الحقيقة ولكن هناك البعض اللي عايزين يحطوا رأسهم في الرمال زي النعام ومش عايزين يعترفوا بالموضوع او ان هو عارف ومتأكد ان الاهلي نادي القرن ولكن هو مش عايز يفتح عينين الناس وعايز يسيب الموضوع كده ايه تحصل مشكلة او ازمة تحصل فضيحة مثلا خروج النادي من بدولة افريقيا بفضيحة مثلا يخسر 3-4 في المغرب يرجع يخسر في مصر وهكذا فنطلع نشغل الجماهير بايه بحجة هنتابع موضوع نادي القرن انسوا بقى اللي فات ونشتغل في نادي القرن خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا استنى منكم كل وراءكم وتعليقاتكم شكرا لكم سلام عليكم